اشتركوا في القناة قطر الشقيقة رئيس الدولة الحالية للمجلس الوزري بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون وبمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون وقد تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى الموقر والمجلس الوزري بشأن تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن الموضوعات والمسائل المتعلقة بالجهود التي تبدلها الدول العضاء لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله وبحث المجلس الوزري نتائج الحوارات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول والتكتلات العالمية وما وصلت إليه مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية من مخرجات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجه دول المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي بما في ذلك الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود العربية التي تبذل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع بجهود العملية السلمية لإنهاء إصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية